اهلا وسهلا بك في فيديو جديد واهلا وسهلا بك بردو لأول مرة ليك معنا هنا اعمل سبسكرايب وفعل جرس الإشعارات عشان يصلك الفيديوهات الجديدة هتلاقينا شرح أفلام بطريقة سهلة ولزيزة ترشحات ومراجعات وكل النفسك فيه فيديو النهاردة هيكون الجزء الثالث للمسلسلات الأجنبية المنتهية اللي من رأيي تستحق المشاهدة واللي هتكون مناسبة لأي شخص وأي ذوق بمعنى أصاح رشحت في أول فيديو سبع مسلسلات والفيديو الثاني كان ست مسلسلات الجزء بتاع النهاردة برضو معانا ست مسلسلات حاجة عظمة كده طبعا لو فيه مسلسل شايف انه يستحق يخش في السلسلة دي تقدر تكتبه تحت في التعليات أنا محمد مصطفى وأحب راح أبيك في سينما باكس أول مسلسل معانا هو واحد من المسلسلات المفضلة ليه جدا وهو مسلسل هانيبل طبعا ممكن لو ما شفتش المسلسل يكون عندك علم الشخصية اللي موجود لها بالفعل سلسلة مكونة من أربع أجزاء أشهرهم فيلم سيلنس أوف دا لامبس ولكن المسلسل ده له مكانة خاصة كده طبعا المسلسل ده بكل اختصار بيتكلم عن شخصية دكتر هانيبل لكتر ولكن هنا الاختلاف بين الأفلام والمسلسل لاننا بنشوف الموضوع بتفصيل وقرب أكثر شوية من الشخصية وبنشوف الشخصية اللي هي لاتة كل أهمية عن هانيبل وهي ويل جرام المحقق الفيدرالي اللي عنده قدرة عالية جدا على تحليل أماكن الجرائم والتواصل مع المعتلين الاجتماعيين وبنشوف انه بيحصل تعاون بينه وبين هانيبل لكتر ولكن اللي ما يعرفوش ان هانيبل نفسه هو أكبر سايكوباث وهو سبب في كل حاجة بتحصل طبعا ده مش حرق ولا حاجة دي حاجة انت كده كده هتعرفها في الأول ولكن مش هتشوف مشاهد مقرفة قوي في المسلسل لطبيعة تشوف القتل العادي والدم اللي هو موجود في أي مسلسل جريمة ولكن هنا بقى المشكلة انا شخصيا انا بتفرج على المسلسل ده شكيت في قدميتي يعني انا كنت وصلت المرحلة ان المسلسل ده كنت بجوع وانا بتفرج عليه طبعا كلنا عارفين انه تمثيل بديهيات يعني ولكن انت نفسيا مهيئ انه حاليا بيطبخ وياكل بشا انا بقى ما كانش بيفرق معي حاجة زي كده كنت ساعات ما اقدر شاكل غلما اتفرج عليه انا محتاجة تعالج تقريبا المهم من المسلسل ده زي ما قلنا من شوية للناس الرئيئة بمعنى ان المسلسل بعيدا بقى عن الجريمة والطبخ جو الشيف شربيني ده المسلسل هو واحد من اعظم المسلسلات الفلسفية والحوارية التي عملت في التاريخ المسلسل الحوارات فيه خصوصا لقاء الشخصيتين بتوعنا وجلوسهم كده مع بعض كأنه عصف راكي في دار اوبرا كده المسلسل فعالية مش لأي حد صعب اي حد يشوفه عشان كده نادرا ما تلاقي شخص بيحب المسلسل ده وده لان حاليا معظم المسلسلات والافلام بتعتمد على الاكشن وغيره وكده فالناس ما بقاش لها خلق تقعد تسمع حوارات وفلسفة وتركيزه بتاعي عما عايزين تضربة على طول ومعظم اللي بيبدأ المسلسل ما بيكملوش وده لان فعلا المسلسل بعيدا عن كونه جريمة ويعتبر فيه جزء من الرعب الا انه رعب نفسي تركيز كبير على الحوارات والفلسفة والمقولات والاسقطات وهو واحد من امتع التجارب اللي ممكن تبر بيها لو انت من عشاء الاعمال الرايئة انصح به جدا للحياتي ابرز الشخصيات معنا في المسلسل هيود دانسي لقين بدور ويل جرام ومالز مايكلسون لقين بدور دكتر هانابل ليكتر ثاني مسلسل معنا ومسلسل جاثر طبعا كلنا عارفين ايه هي مدينة جاثر وباتمن وغيره والحاجات دي ولكن هل بقى المسلسل ده مختلف تماما عن اي حاجة ليه علاقة بشخصيات دي سي وعشان طبعا محبين الجوكر فاحب اطمنك ان شخصية الجوكر موجودة وهتطلع في المسلسل عالية والممثل كاميرون اللي هتشوف منه ابداع خرافي هيفكرك كبه حاجة كده من بقايا هيفليتجر المسلسل بيتناول بقى مدينة جاثر ولكن المرادي ليس من منظور باتمن لان بروس وين في المسلسل ده هيكون لسه طفل اصلا لسه ما وصلش لمرحلة دي وهنشوف بقى مدينة جاثر قبل باتمن وازاي المحقق جوردون كان بيحارب الجريمة مع وجود شخصيات شريلة عريقة من عالم دي سي زي ذا بينكوين وريدلر و بايزن ايفي وعائلات فالكون وسلمان جراندي وريش الجول اللي هو راسل جول بالنسبانا يعني المسلسل مليان شخصيات وكل حلقة بتكون اكثر اثارة من الحلقة اللي قبلها واحد من المسلسلات الجميلة برضو اللي انتهى تبدل وكان ممكن تكمل اكثر من كده بنشوف ابداع في الدراما وابداع في تكوين الصداقات والخيانات اللي موجودة من داخل اسم الشرطة بتاع جاثر وبيوريك الفساد اللي فيه جاثم زي ما الكتاب بيقول مسلسل يستحق وقتك برضو هيكون تجربة لذيذة جدا المسلسل مقوم من خمس مواسم بمعدل 22 حلقة للموسين معادة الاخير كان تقريبا 12 حلقة بتقييم اجمالي 7 و 18 ابرز الشخصيات معانا هو بين مكينزي اللي قايم بدور جيمس جوردون دونال لوج واللي قايم بدور هارفي بولوك طبعا هيتقدم كل الشخصيات في المسلسل فللأسف فيه شخصيات لو قلت مين الممثل بتاعها هحرقلك تحولها داخل المسلسل نفسه فهكتفي بالشخصيتين الرأسين في المسلسل معانا فقط المسلسل الثالث معانا هو The Sopranos المسلسل اللي بيتم اطلاق عليه لقب عراب شاشات التلفاز تحفى اخرى قدمتها شبكة HBO القصة بكل بساطة بتتكلم عن توني سوبراني الرجل الاول في العائلة الاقوى في عالم العصابات بيحاول طبعا يحافظ على قيمة ومكانة العائلة وسط باقي العائلات والحماية المطلوبة منه دائما لزوجته واطفاله وخصوصا مع المكانة الخطيرة اللي هو فيها ولكن في نفس الوقت بيروح لطبيبة نفسية عشان يعالج بعض المشكلات الشخصية هنا بقى يكمن الابداع كله من بطل المسلسل هو يقدم لك الهيبة اللي انت مستنيها من رئيس اكبر عائلة في عالم الجريمة والقوة والحزم بقى ولكن في نفس الوقت الجانب الشخصي الهش اللي بيتم علاجه نفسية الدراما في المسلسل مش طبيعية واللقطات الزريفة الصغيرة برضو موجودة اللي بيفري بقى الدراما هنا عن اي مسلسل انها مش ثابتة اوقات بتكون الدراما طبيعية لأي مسلسل دراما كبير ولكن مع وجود علاقة بين القاتل والضحية في احدى الحالات بتجد الدراما ترتفع بشكل رهيب بدون ما يكون موضوع اوفر ومش حلو واحد برأيي من انجح المسلسلات اللي تناولت موضوع العصابات وصراع العائلات المسلسل برضو الجوائز والحاجات دي بتتكلم عنه لانه فاز ب84 جائزة من اصل 217 ترشيح بطل مسلسل جيمس جاندولفيني اللي قاين بدور تاني فاز بثلاث جوائز ايمي والممثلة ايدي فالكو عن دور كارميلا سوبرانوز فازت هي الاخرى بثلاث جوائز ايمي عن دورها المسلسل منكون من ست مواسن بمعدل 13 حلقة للموسم تعريبا معدل الموسم الاخير كان 21 حلقة تقييم المسلسل الاجمالي هو 9.2 مسلسل هاوس اوف كاردز المسلسل بيتحدث عن شخصية فرانك اندرويد واللي بيسعى للانتقام من اللي خانوه بمساعدة زوجته كلاير اندرويد ولكن المسلسل لا يكتصر على الانتقام فقط طبعا المسلسل بيتحدث عن السياسة في امريكا وما يحدث داخل البيت الابيض ومش بالطريقة الجميلة اللي بنشوفها في الافلام لا بيوريك الحقيقة وما يحدث من فساد مع تقدم الحلقات هتكتشف ان فرانك مش بس بيسعى للانتقام بل بيسعى للسلطة والقوة وان عنده استعداد يعمل كل شيء فاسد وحتى القتل في غاية تحقيق ما يريد المسلسل مش مجرد نبذات وحاجات صغيرة المسلسل متعمق في تفاصيل كبيرة جدا واحد من اقوى المسلسلات اللي اتكلمت في موضوع السياسات والفساد الداخلي هو ده المسلسل اللي كان سبب ان امريكا دفنت كارير كيفين سبايسي وكمل اتهمات اللي اتوجهت له اللي ما اعتقدش ان انا شفنا اي اثباتات عليها لان المسلسل ده مرعب فعلا ننكمل التفاصيل اللي موجودة فيه المسلسل مفهوش حدود بيعرض لك الحقيقة كما هي والنفوس السوداء بقى الخاصة بالسياسيين وحتى الرؤساء من الاخر نظام اي دولة اخوية يعني اوعى تتفرج على المسم السادس المسلسل تقدر تعتبره خمس مواصم فقط لانه كان حصلت المشاكل بتاع كيفين وتم اقصائه واصبح المسلسل مهزلة وكان موسم كارثي بكل ما تحمله كلمة من معنى تقييم المسلسل الاجمالي وثمانية وسبعة من عشر نفصل شوية من الدراما والفلسفة وجو الناس العميقة ونجيب حاجة خفيفة كده المسلسل الاكثر من الرائع على خطأ مسلسل فرينز بنشوف في خمس اصدقاء واللي عايشين في نيويورك سيتي وبينتابع معاهم حياتهم من اعلاقات وصداقة ودراما والكوميديا الجميلة جدا في المسلسل المسلسل على رغم من وجود اشياء قد تكون مكتبسة من المسلسل الشهير فرينز الا ان المسلسل له طبعه الخاص كل شخصية مميزة عن التانية وكل شخصية لها بصمتها الخاصة اللي هتسيبها معاك وعلى عكس مسلسلات كوميديا كتير وخصوصا في الاهتمام بالسرد والكصة في المسلسل ده اكثر من رائع تفاصيل انا متأكد انها اول مرة فتشوف فيها المسلسل هتفوتك وهتاخد بالك منها بعدين وكون المسلسل كوميدي يعني وظيفته انه يدحكك وانه ينجح بقى انه يدحكك وكمان يكون فيه تفاصيل تخليك تستمتع بكل مرة تروح تعيد مشاهدته فده نجاح كبير جدا طبعا الاداء الرائع للممثلين وخصوصا نيل باتريك هاريس صاحب الدور الايكوني بارني ستنسل المسلسل كمان فيه عامل الغموض هو من اسمه انت هنتابع تيد اللي هيقعد تسع مواسم لغير ما يقابل الام اللي هي الشخص المثالي اللي هو عايزها تكون ام الاولاده يعني فلو انت بتواجه مشاكل في انك تقابل الشخص المثالي ما تقلقش فيه امل الراجل دقعت تسع سنية عشان يلاقيها واللي انت بقى شخصيا هتقعد تسع مواسم مهما تتوقع وتتخيل مش هتعرف مين الام غير في الحلقة اللي هيعرفوك هما مين فيها الام إلا بقى لو روحت دورت على جوجل فدي مشكلتك انت بقى ولكن المسلسل ده حقيقي واحد من اجمل المسلسلات وده السبب انه اكيد في السلسلة دي اللي ان السلسلة دي زي ما قلنا هيكون فيها المسلسل اللي تتفرج عليه وانت مغمى الادوار رئيسية في المسلسل الامانية بدور بارنت سينسن كابي سمالدرز بدور روبين جاش رادنر بدور تيد أليسن هانيجن بدور ليلي جايسون سيجل بدور مارشل المسلسل مكاوم من تسع مواسم بمعدل 23 حلقة للموسم بتقييم اجمالي 8.3 مسلسل دارك التحفة الالمانية التي اذهلت العالم في السنتين اللي فاتوا وعلى الرغم من انه مسلسل باللغة الالمانية اللي ان ده مش هيكون عائق وخصوصا ان في ناس كتير بتحس باستغراب لما تتفرج على حاجة بلغة غير الانجليزية اللي ان ده حالة استثنائية المسلسل بيبدأ عندما يتم اختطاف طفل في بلدة صغيرة كده في المانيا واللي بعد التحقيقات والبحث هيكتشفه ان حصل حدثة مشابهة قبل 33 سنة واللي من هنا بقى تنطلق احداث المسلسل في خطوط وحلقات زمنية وعالم متعددة وصفر بالزمن المسلسل ده قوعة تستهون بيه وانت بتشوفه مجرد سهو واحد وانت بتتفرج تقدر تعتبر نفسك مش هتفهم حاجة بعد كده مسلسل كمان ما نصحكش تتفرج عليه على فترات لو هتتفرج عليه حاول تجيبه كله في فترة وانتعلم على قد ايه المسلسل ده ممكن يلخبطك مسلسل مكوم من ثلاث مواسم بمعدل 8 حلقات للموسم بتقييم اجمالي 8 و 18 وكده بوصلنا نهاية الجزء الثالث من السلسلة لو شفت المسلسل منهم سيب رأيك فيه في التعليقات تحت بحيث لو حد حب يتشجع كمان يعني يتفرج عليك ما تنساش تقول لي ايه المسلسل اللي شايفه يستحقه يكون موجود في الجزء الرابع من السلسلة دي لو اجبك الفيديو بقى تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة من القناة تقدر تبص بصة برضو على القناة كده جايز تلاقي حاجة تكون انتريستن ليك بس كده هو ده الفيديو اشوفك في المرة الجاية باذن الله